السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالي شباب شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بألف خير وطبعا شباب مقطعنا اليوم بشارع اعدادات مهم من فورتنايت وقبل بداية مقطعنا يا شباب اتمنى ما يكون شخص فيكم شوف المقطع ومشيشترك بالقناة اتمنى ان يشتركوا في عزر الدرس ورب يسعدكم ما كنت شاي ويلا نبلش مقطعنا وبالبداية يا شباب رح اوريكم كيف تفعلوا اعدادات السماع عندكم طبعا هذه الاعدادات كانت موجودة على الجوال مثل ما تشوفوا كيف اثار الاخدام والخطوات طبعا شباب بالاول ما كنت رح انزلها بالقناة لاني كنت مفكر ناس كتير ما يعرفوها ومفعلينها بس انا الي فترة نزل جيم بلاي على القناة وكنت مفعلها بالجيم بلاي ففي ناس سألوني كيف انتم مسوي هذا الاشياء عندك وانت تلعب من السوني وما يعرفوا لسه فقررت اني اشرح لكم اياها بالاضافة الاعدادات الثانية طبعا شباب شوفوا كيف انا حاليا مش امفعلها لو القدام تحرق ما رح يبين خطوات ولا رح يبين اشي بتفوت على الاعدادات تروح عند رابع واحدة واخر واحدة بتفوت عليها بتعملها اون تمام مثل ما تشوفوا اثار الاقدام بلش تتبين لانه بتحرك قدامي طبعا صوت اللعبي هم موجود بس انا كاتم عشان المونتاج تمام رح يكون صوت موجود بهذا الخاصية لما تفعلها وحتى لما يمسك سلاح وسير يستخدمه رح يطلع لك من اي جهة قاعد يستخدم سلاح تجد تحدد مكانه بكل سهولة شوف كيف لانه يتحرك حواليك الخطط او القوس يبين لكم ان مكانه وان اثار خطوات قدامه فهذه المميزة جدا خرافية وراح يساعدك زي ما قلت لكم شباب بالاول اضافوه على السني والاجهزة كانت بدون صوت كانت هدفها بس للناس اللي ما تسمع فمشان كانت للناس اللي ما تسمع كان ما يحطوا صوت اللعبي بس بعد فترة عدلوها صار صوت اللعبي موجود يعني حاليا لما تفعل خصية صوت اللعبي يكون عندك موجود عادي بس انا كاتمو عشان المونتاج وبرضو شباب السنديق يتبين لك علامة خاصة للسنديق انه في موجود صندوق وفي صندوق سامع ومش عارفوينه هي راح تساعدك وتحدد لك عليه باي زاوية يكون موجود فهذه خصية جدا خرافية وراح تفيدكم وبرضو لو في واحد فوقك جاي عندك مضلة اتحدد لك وتوريك انه في واحد نازل المضلة مثل ما تشوف قدامكم الرسمة مرسوم واحد مستخدم قلايدر او مضلة فراح تساعدك انك تعرف مكانه بسهولة فانا اتوقع انه هاذا الميزة جدا خرافية وليش لبعده شباب هاذا الخيار لازم تعملوا ان بتكون عندك اوف هاذ بخليك تفتح صندوق او درب او تعالج صاحبك من كبس واحدة ما في داعي تضلق ضغط يعني هس الصاحبه راح ينتحر وعارجوا قدامكم لما اجي عارجوا اكبس مربع واحدة وبشير ايدي ما بضللي كابس شوفوا كيف بضغط ضغطة واحدة وبشير ايدي عن الكبس وبكبس سيم لفوق بسير ارميروا اسلحة وميتكت واشياء انه يعارج حاله لما يخلص فهذا الكبسة راح تفيدكم جدا فانصحكم انكم تفعلوها ذا ما كنتم فعلينها مثل ما حكتلكم هذا الكبس تخليك متى تفتح درب صندوق اي اشي من ضغطة واحدة ما في داعي تضلق ضغط يعني بتكبس بتكبس على كبسة مربع مثلا وبشير ايدي خرص بضلو لحاله ويفتح بالصندوق ولما تيجي تعالج صاحبك بتكبس كبسة مربع عليه وبشير ايدي راح يكمل علاج عادي وبتكبس مثلا سهم لفوق وبترميلوا اشياء فهذا الحركة راح تساعدك جدا ونتظر شباب للخيار اللي بعده بتفيد على اعدادات اللي هو شباب الخيار هذا اللي قدامكم بكون اوف تعملوا اون هذا بخليك توقض اسلحة بدون ما تكبس مربع عليهم شوفوا كيف دارمي اسلحتي وبخلي صاحبير ما اسلحت عشان اخذهم طبعا ما في داعي تبس عليهم مربع عشان الوت لا بس ممشي فوقهم ماشي ولحاله بخذهم هذا الخيار بساعدك انك تلوت بسهولة وما في داعي تكبس عكل اشياء مربع عشان توقضهم وننتقل للخيار اللي بعده شباب كيف ترتب اسلحتك ترتيب تلقائي بتروع على الخيار باوريكم اياه هسه بتنزل تحت تحت اخر شي هذو الخيار شباب تعملوا اون اذا كان عندك اوف وشوفوا كيف شباب بس مثلا في اسلحة وفي جاكجا رح ياخد الجاكجا عاليمين ويخلي الاسلحة علي يصار مثل ما تشوفوا قدامكم جاكجا عاليمين والاسلح حطهم بالشمال يعني لحاله رتب وحط اسلحتك على يصار وحط مثلا جاكجا عاليمين شوفوا كيف متكت حطوا جنب الفاس هذا الترتيب لما تفعله بيخلي كل الأسلحة جنب الفاس على طول عشان تساعدك بالحرب والأسلحة بتعرجك على اليمين والخيار اللي بعد شباب إذا كان عندك OFF تأكد أنك تعمل ON طبعا أنا راح أسويه OFF أوريكم شو الغرض منه بالأول بيكون OFF شباب ها هذا يفيدك لما تبني مثلا خشب ويخلص الخشب معك يخليك تحول على الحجر طبعا إذا كانت OFF ما يحول لحاله لازم أنت تتحول بيدك فلازم أنك تعمل ON عشان يصير حول معك من خشب لحجر ومن حجر لحديد بدون ما أنت تكبس كبسة التحويل تمام فبروح عمله ON قدامكم أنا عملت OFF شوانا أوريكم أنه ما بيحول لما تخلص مواردك فهذا الخيار بنعمله بنعمله ON تمام وهسا بنخلص الخشب معنا بوريكم كيف راح يحول من خشب لحجر على طول بدون ما تتتحول كبسة تحويل لحاله بلش يبني حجر مثل ما تشوفه قدامكم وبنخلص الحجر لحاله يبني حديد فهذا الخيار راح يفيدك إذا ما كنت تفعله وننتقل لشباب إنه كيف تغير حجم إيقونة الخريطة والأسلحة والأسماء طبعا بتفوت إعدادات في إيش يسمه HUD HUD مثل ما تشوفه قدامكم هذا الخط إذا عملت فل راح تكبر الإيقونة للإعدادات مثل ما تشوفه قدامكم الخريطة كبرت والأسلحة خياراتها كبرت والاسم كبر طبعا نعملها بالشكل الطبيعي كيف تكون عندك أصلا بالطبيعة توقع أكون هي واحد أو مية واحد تكون عندك كأنه هيك الشكل الطبيعي طبعا نصحك إنك تزغر الإيقونات أكثر حتى تساعدك على إنك تشوف خصومك وتشوف اللعبة بشكل أوضح أو بشكل أحسن لأنه راح تساعدك فتروح عندها طبعا شباب يعني ممكن لهم صغيرة على خير أو نريك كيف يصير شكلها مثلا عملناها بونت 42 هيك صغيرناها كثير وما يلها داعي فأحسن إشي إنك تصغيرها تعملها بالثمانينات بونت 80 بونت 81 فأنا عملتها بونت 83 بحسن مناسبة جدا شوفك كيف الإسم صغير ولستح مرتبات ترتيب يعني هيك الشاشة عند من نسبيري أشوفها واضحة وأحسن وإنه الشاشة مش معبّة إياه إشياء إنه ما قدر أشوف وكيف تبين البنك إذا كان مختفع عندك بتروح على إعدادات تكبس R2 عند HUD هذه بتكون OFF تعملها ON بحالة إذا البنك مش مبين وتأكد أنك تعمل كل هذه القائمة ON زي ما تشوف هاي البنك برح أتبين عندك هون والإشي اللي بعده شباب إنه كيف تبين عندك كم فريم عندك زي ما تشوف أنا موجود عندي 60 فريم موجود جان بالخريطة كيف تطلع هذا القائمة عند الإعدادات تنزل شباب في إشي اسمه شو FBS أكد إنك تعملها ON رح تكون عندك OFF على كيت تعملها ON رح بيين لك كم فريم عندك يعني اللعبة بيكون كويسة ولا لا زي ما تشوف شباب جان بالخريطة مكتوب كم فريم عندي هو أفضل إشي يكون 60 حسب شاشتك وحسب نوع جهازك أتوقع في ناس ممكن يكون عندهم 30 وبس شباب يكون وصلون إلى نهاية مقطعنا فأتمنى أنكم تكونوا استفادتم من المقطع وأتمنى من كل شخص فيكم استفادوا من المقطع أنه ينشروا بكل مكان حتى لكل يستفيد وبس شباب أتمنى إذا أعجبكم المقطع لا تنسون من لايك والاشتراك وتفعيل زر الدرس حتى تصلكم شعرات المقاتل لمنزلها أول بأول ورب يسعدكم مع كل شي وهس يشباب أترككم مقطع جيمبلية بسيط ويلا مشاهدة ممتعة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة